بداية أهلا وسهلا ومرحبا بكم خلال هذا اللقاء الخاص والذي ارتأت جريدة تمازيرت بريس أن تخص به السيد المدير الإقليمي للشبيب والرياضة السيد توفيق عبد النصر أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا أتنشكركم مرة أخرى على الاستضافة للي وتنشكر جريدة تمازيرت بريس على الطريق التي تقوم به في بلورات مختلفة عن جهة طوال البرامج التي تقوم بهذه المؤسسات هنا بإقليم تارودانت بدورنا سيد المندوب نشكرك على قبول الدعوة ومن أجل فتح نقاش هذا اللقاء الإعلامي معكم نطرح السؤال ما هو تقييمكم لنشاط الرياضي والجمعوي بشكل عام بإقليمي تارودانت باش نجوب على هذا السؤال قد نجوب في إطار الاختصاصات للمديرية الإقليمية لوزارة الشاب ورياضة ونقول باللي النشاط الرياضي بالإقليم هو نشاط جيد عندنا واحد مجموعة دي الجمعيات والفراق الرياضية التي تتنهض بأنشطة وبرامج وعندنا أنشطة متنوعة عندنا مثلا كرة القدام عندنا ألعاب القوى عندنا كرة سلاة كرة اليد الهوكي عندنا التينيس عندنا الرياضة النسوية يعني الإقليم تعرف واحد دينامية رياضية مهمة رامي ممكنش ننقل له من أهمية هذا النشاط اللي كان عندنا هنا في الإقليم والجمعية اللي تشتغل في الرياضة في الإقليم هي جمعية ترى وقفة وقفة مزيان لأننا حتى جمعية ما أعلنت الاعتذار مثلا في مشاركة في البطولة حتى جمعية ما وقفة الأنشطة ديالها مختلف الفضاءات ديالنا نحن دور الشباب والمركبات السوسيو رياضية والملاعب ديالنا ديمن ديمن نشطة لجمعية مشاركة في البطولة وستقوم بمجهود يعني نقدر نقول باللي النشاط الرياضي في الإقليم جيد جيد وخبض الناس مثلا تشكيس يقول رعنه صعوبات وعنه إكرهات ولكن هذا طبيعي نحن في الإكرهات تسير للرياضة لأن الرياضة تتبغي واحد جمعة للإمكانيات لوجستية مادية ولكن بشكل عام نقول بأن النشاط الرياضي في الإقليم هو جيد بخصوص العمل الجمعوي والثقافي والفني حتى هو جيد الإقليم دينات يعرف أنشطة مهمة وأنشطة ذات إشعاع وطني ودولي في ميلادية السينما الموسيقى التقافة وهذه الأنشطة التقافية تستخدم شريحة مهمة من الجمهور سنشوفوا القاعات هذه من غاز السين بالجمهور المسيدي بأن المواطنين راه من خارطين في العمل التقافي والفني والطربوي والاجتماعي إذن تقييم ديالي الأنشطة الرياضية والجمعوية وتقييم متفائل إقليم دينات يعرف واحد الزخم ديال الأنشطة والبرامج المهم هذا وتقييم ديالي بغد نظر على الإكرهات والسعوبة ترى هذه الطبيعية في المسهر ديال الاشتغال ديال الجمعيات هذه الطبيعية إكرهات راه مسألة طبيعية وضرورية تكون في جوي اللاسيق بالسؤال الأول وهو السؤال حول يعني الذي يسعى إلى تجويد عمل عمل الجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الرياضية من خلال النقاش للدائر حول حول مسألة الاعتماد خاصة بالجمعيات الرياضية من خلال قانون أساسي يؤطرها ينظمها يعقلن عملها وهناك يطرح سؤال ونقاش عريض حول مدى استعداد جمعيات الرياضية من أجلي مسايرة هذا الاعتماد الخاص مسألة الاعتماد التي تطرحت هذه السنة وترى حولها نقاش كبير ومن خلالها حول قانون 30-09 هذه المسألة الاعتماد التي اعتمدتها الوزراء وزارة الشباب الرياضة تروم أولا جويد الرياضة ثم تتحول الممارسة الرياضية في المغرب من من الهواية الاحتراف لأن لقينا أن المواطنين انتمارسوا الرياضات يهتموا بالرياضات يتابعوا الرياضة ولكن الاحتراف قليل والهواية كثيرة الهدف من هذا القانون هو باش نقلبوا لهرام تولي الممارسة الرياضية الاحترافية هي اللي كثيرة والهواية هي اللي قليلة وهذا الشيء في الأول تهيبوا منه بعض الناس وبعض الجمعيات ولكن من بعد 8 خارط في هذا المشروع دي الاعتماد لأنه بيحول الجمعيات الرياضية من الجمعيات عندها واحدة هيكلة يعني عادية وبسيطة إلى هيكلة مركبة ومعقدة وتحول الاحتراف والآن رأى عندنا 30 30 ملف دي الجمعيات اللي طلبت الاعتماد الجمعيات من خارطوا في هذا العمل كلفهم واحد شوية دي المجهود ولكن دبت 30 جمعيات هما طلبوا الاعتماد إذا جاب الله احنا دبت في بداية 2020 وصلنا باحد 20 أو 30 طلب سنوولوا في 60 جمعيات ولكن دبت واحد شوية وطلبت واحدة 20 جمعيات لأعتماد سنوولوا في 8 بمعنى هذا رقم مهم الجمعيات من خارطوا بكل ثلاثة في هذا الموضوع دي الاعتماد لأنه بنا نلقى رصنا أمام جمعيات معتمادة عندها ناشط رياضي واحد أو جوج سنوولوا من هذه البنية البسيطة البنية المعقدة المركبة هذا هو الهدف دينا احنا باش من اللي واحد يكون تيدير كرة السلاء ولا كرة القدم ولا تيدير الكاراتي ولا تيكواند ولا أي رياضة سوف أعطي صغيرة أمثلة لن يبقى غريب مرسى هكا بشكل عادي خاصنا من هنا عام عامين أو ثلاثين نشوفوا عندنا نضع أبطال محترفين هذا هو الهدف دي الاعتماد إذا جمعيات دينا من خارطين فيه نحنا مواكبين هم بكل ثلاثة والعملية سيكون في اتجاه الصحيح ومن شأن هذا القانون دي الاعتماد هو يعادة هيكلة الجمعيات والفراق والممارسة الرياضية في المغرب باش تتحول من الهوية الاحتراف وتولي عندها نولي ون نجو واحد الطاقات الرياضية ومحترفة باش نطور الرياضة في بلادنا لان الرياضة سبحث في العالم دينا اليوم استثمار وصناعة ورمز ديال التقافة وديال الحضارة ديال الدوال والدستلع بذور كبير يعني في الحياة دينا ستوفيق على ان القانون الاعتماد يفيد على انه له شقين شق الاول هو جويد العمل الرياضي من طرف الجمعيات الرياضية والشق التاني كذلك خلق يعني واحد المناخ احترافي لهذه الجمعيات الرياضية السؤال الثالث يطمح ور حول ما هو دور المديرية في مساهمتها من اجل توفير الدعم والتكوين اللازمين لجميع المجتمع المدني اول حاجة متنهضروا على العمل الجمعوي والممارسة الرياضية اول حاجة تتبادر للدهن وتتفرض نفسها بإرحاح هو القدية ديال التكوين تكوين ضروري لأي ممارسة جمعوية لان من اللي تكون الاطر والنخب ديال الجمعيات تنجو دول العمال وتولي اقوى وتولي عنده وقع كبير واطر كبير على المجتمع اذا التكوين هو مسألة ضرورية فهدلوقت تلقى ان بعض الجمعيات يكونوا رأسهم براسهم ان التطور ديال وسائل الاعلام والمعلومة التي تمتحها للناس وبالاحتكاك ولو الجمعيات رأى عندهم واحد تكوين مهم ولكن باقي احنا في حاجة دي من التكوين اطار ديال الجمعيات تكون مسألة مهمة واساسية واحنا بإمكانياتنا المتحرات نحاول نكونوا خاصة في تدريب ديال المخيمات مثلا سنكونوا اطار المستوى الرياضي رأى نفكره فهذا السنة هذي باش ندروا واحد مجموعة للتكوينات لفائدة جمعيات الرياضية وفراق الاحياء التمويل رأى معروفة للقنوات دياله ما يمكنش نهدر اكتر من هاد الكلام اللي غادي نقول التمويل ضروري والقنوات دياله معروفة وخاص خاصنا جميعا الجمعيات نبحثوا على اساليب جديدة في الحصول على التمويل لانه كل ما ارتفع مستوى التكوين ديال الجمعيات كل ما تولي عندهم الولوج الى الدعم ونعود رجع هنا الى الاعتماد بان هاد القانون ديال الاعتماد هو تنقول الاعتماد للولوج الى الدعم يعنى كل ما كانت الجمعيات مؤتمدة كل ما تفتح لها المجال للدعم اذا هي عملية ديالكتكية اذا تمويل التكوين مع انصرا اساسيا في اي ممارسة جمعاوية خاصنا نتكفع لها ونشوف الطرق الكافلة بتكوين ديال الجمعيات والنوع ومصادر ديال التمويل ونبحث على اساليب جديدة في التمويل بكرا سيد مدوب مجددا يجرون هاد النقاش حول الحصيلة حصيلة الانجازات المحققة على صعيد الشباب والرياضة باقليم تيرودانت خصوصا في دل السنة الفاريطة اللي هي اقرب اكتر لما هو يعني متحصل وشنو هما انتظارتكم لهاد السنة ديال الفين وعشرين كل شنا ستيعرفوا لانجازات ديال القطاع الشباب وريضة هاد السنة هاد السنة حاولنا ننفروا واحد مجموعة ديال البرامج وانا استثمارات مهمة وعندنا مشاريع لانجاز واحد مجموعة دور الشباب بمركبات سوسي ورياضية ملعب مواشا وشباب قمنا بتأهيل الانجاز النسوية ودور الشباب ورياض الأطفال باش تكون في مستوى المرتفقين والمواطنين كمان خرطنا في المخيمات والتدريب وشركة واحد المجموعة ديال الجمعيات والفعاليات في المخيمات الصيفية حاولنا ننزلوا واحد جموعة ديال البرامج وانشطة هاد السنة وجهزنا واحد المجموعة ديال المؤسسات جهزات أسرية وكافية كان عندنا كانت مجموعة ديال الأعمال والإنجازات حلما ممكنش نقول وراح وصلنا واحد المستوى كبير متالي ولكن حتى نحاولو باش هاد القطاع ديال الشابو بريضي لعب الظور المنطبية في الإقليم وراح كل شي ناس يلاحظو هاد الشيو تيشوفوه يعني كان منجازات كان بنيات احتياه كان برامج كان عنشطة وبقعنا أمل باش نطوروا الأداء ديالنا والاستثمارات ديالنا والإنجازات باش نهضوب هاد القطاع في الإقليم ديالنا نشكر سيد المدير الأقليمي للشابو والرياضاء على سعة صدره وعلى قبوله دعوة جرد التمازيرت برس ونتمنى باسم مشاهدين ومشاهدي تمازيرت برس نتمنى أن نلقاك في فرصة أخرى إن شاء الله موسيقى